في هذه القصة القصيرة سوف نرى حروف الجر التي تكون أحياناً مع الضاتيف وأحياناً أخرى مع أكوزاتيف باختصار حروف الجر التي تكون أحياناً مع الضاتيف وأحياناً أخرى مع أكوزاتيف نستخدمها مع الضاتيف في حالة عندما نصف شيئاً ما موجود في مكان ما يعني لا توجد حركة ونستخدمها مع أكوزاتيف عندما تكون هناك حركة يعني يكون تغيير شيء ما من مكانه أو الجلوس يعني مثلا تكون واقف وتجلس يعني توجد حركة أو تغيير مكان هذه الحروف الجرهية كالتالي على وجود ان وضع وبن أنا والبن يتوجدون فيوافت تلجلوس أنا انتأ continued أود ترتيب غرفة الجلوس أفغيمن فعل معناه رتبا أين ينبغي علينا وضع الأشياء هنلغن يعني وضع يضع الفعل هلفن هو فعل بلوستاتيف أنا تأخذ كتابا وتقوم بوضعه على الطاولة الفعل لغن هو فعل حركة لذلك قمنا باستخدام حرف جر أوف بلوست أكوزاتيف الفعل لغن تستخدمه عندما تريد أن تعبر أنك تأخذ شيئا ما من مكان ما ثم تقوم بوضعه بشكل أفقي في مكان آخر هنا أنا أخذت الكتاب من مكان ما ثم قامت بوضعه على الطاولة ووضعته بشكل أفقي الكتاب موضوع الآن على الطاولة هذا الفعل تستخدمه عندما تريد أن تعبر أن شيئا ما موضوع في مكان ما بشكل أفقي يعني لا توجد حركة لا نحركه من مكان إلى مكان آخر لهذا السبب استخدمنا حرف جر أوف بلوستاتيف حرف جر فو ويعني أمام ما هنا بلوست أكوزاتيف لأننا عندنا الفعل شتيلن الفعل شتيلن نقصد به أننا نضع شيئا ما يعني نحركه من مكان ما ونضعه بشكل عمودي في مكان آخر الكرسي موضوع الآن أمام النافذة هنا عندنا حرف جر فو بلوستاتيف لأننا عندنا الفعل شتيلن هذا الفعل تستخدمه عندما تريد أن تصف شيئا ما أنه موضوع في مكان ما بشكل عمودي يعني تصف شيئا ما موضوع في مكان ما لا توجد حركة بن نمت أين وازه بن يأخذ مزهرية ونتشتيلت زي in den شخانك ويضعها في الدولاب حرف جر إن هنا بلوست أكوزاتيف لأن عندنا حركة يأخذ المزهرية ويضعها في الدولاب دي وازه شتيت يتست im شخانك يعني المزهرية موجودة أو موضوع الآن في الدولاب حرف جر إن هنا بلوست داتيف بن ساكت حرف جر آف هنا بلوست أكوزاتيف لأننا عندنا الفعل هو فعل حركة يعني يكون الشخص مثلا واقف ثم يقوم بالجلوس هنا نصف وضع الجلوس الفعل زيتسن تستخدمه عندما تريد أن تقول أن شخصا ما مثلا جالس في مكان ما ولهذا السبب استخدمنا حرف جر آف بلوست داتيف لأنه لا توجد هناك حركة أنا تقول سوف أجلس بجانبك هنا نفس الشيء عندنا الفعل زيتسن هو فعل حركة لهذا السبب استخدمنا حرف جر نابن بلوست أكوزاتيف نخ اينا فايل شتيت بن آف ونزاكت بعد فترة وجيزة يقف بن ويقول اشتيل دي لامب هنتا دي شتول سوف أضع المصباح وراء الكورسي هنا عندنا حرف جر هنتا يعني وراء بلوست أكوزاتيف لأننا عندنا الفعل شتيلن فعل شتيلن فعل حركة نعبر من خلاله أننا نضع شيئا ما في مكان ما بشكل عمودي دي لامب شتيت يتست هنتا ديم شتول المصباح موضوع الآن خلف الكورسي هنا حرف جر هنتا بلوست داتيف لأننا عندنا الفعل شتيلن أنا تقول سوف أعلق الملصق فوق الأريكة حرف جر ايبا هنا بلوست أكوزاتيف لأننا عندنا الفعل هنغن الفعل هنغن تستخدمه عندما تعبر أنك تأخذ شيئا ما من مكان ما وتقوم بتعليقه في مكان آخر يعني تكون حركة الملصق فوق الأريكة هنا كذلك عندنا الفعل هنغن ولكن ليس نفس الفعل هناك فعلين اسمهما هنغن الفعل أول هو فعل حركة تستخدمه عندما تعبر أنك تقوم بتعليق شيئ ما تأخذه من مكان آخر وتعلقه في مكان ما بينما الفعل الثاني تستخدمه عندما تريد أن تعبر أن شيئا ما معلق يعني لا تقوم بتحريك تصفه أنه معلق في مكان ما الفرق هو في الماضي يعني تصريف الفعلين في الماضي مختلف لقد قامت بتعليق الملصق فوق الأريكة الملصق كان معلقا فوق الأريكة عندما تكون هناك حركة يعني نقصد أن شخصا ما مثلا قام بحركة تعليق شيئ ما في الماضي تستخدم وعندما يكون العكس يعني تصف فقط شيئ ما معلق في الماضي يعني كان معلقا في الماضي تستخدم يقوم بوضع جهاز التحكم عن بعد تحت الطاولة هو جهاز التحكم عن بعد حرف جر أنت هنا بلوس أكوزاتيف لأن عندنا الفعل لغن عندما نضع شيئا ما بشكل أفقي في مكان ما جهاز التحكم عن بعد موضوع الآن تحت الطاولة حرف جر أنت هنا بلوس داتيف لأننا عندنا الفعل لغن عندما نصف شيئا ما أنه موضوع بشكل أفقي في مكان ما تقوم أنا بوضع المخدات دي كيسن وهي المخدات وسط الكراسي دي زيسل وهي هذه النوع من الكراسي أو الأرائك تفشن حرف جر معناه بين هنا بلوس أكوزاتيف لأننا عندنا الفعل شتيلا المخدات موضوع الآن بين الكراسي حرف جر تسويشن هنا بلوس داتيف لأننا عندنا الفعل شتيلا تأخذ أنا صورة وتقوم بتعليقها على الحائط حرف جر أن هنا بلوس أكوزاتيف لأننا عندنا هنغن وهنا نقصد به تقوم أنا بأخذ الصورة من مكان وتقوم بتعليقها على الحائط إذن هناك حركة Das Bild hängt jetzt an der Wand الصورة معلقة الآن على الحائط هنا نقصد بالفعل هنغن أننا نصف شيئا ما معلق في مكان ما نقصد بشكر